اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين وانا التقيكم في حلقة جديدة مرنامجكم حديث عراقي يوم السبت الماضي قبل يومين احتفل العالم بما يسمى بيوم الشباب الدولي في اثناعش عاب هذا اليوم اليقرت الجمعية العامة الممتحدة عام تسعة وتسعي ليكون يوم للشباب واكدت ضرورة ان مناسبة هذا اليوم او مبررات الاحتفال بهذا اليوم هو الاهتمام المجتمع تركيز على اهتمام المجتمع الدولي بقضايا الشباب والاهتمام بامكانياتهم بوصفهم شركاء في المجتمع العالم المعاصر بوصفهم القادة الذين يقودون مجتمعاتهم نعود التطور والتقدم وهذه فكرة صحيحة وثابتة الشباب هم عماد بناء اي مجتمع بناء اي وطن هكذا تعلمنا وهكذا نرى وهكذا التجارب علمتنا الشباب هم القدرة على الافكار القدرة على العمل قدرة على المقاومة والثبات والتجدد هذه كلها موجودة خزين كامل موجود في الشباب الحقيقة فالجمعية العامة للممتحدة ركزت على تعليم الشباب تشغيلهم اهتمام بعدم تعرضهم للجوع والفقر صحة تعملت محمد الصحة وبيئة مناسبة ابتعاد عن تعاطم المخدرات اه اوسط بجنوح الاحداث المحافظة على الاحداث وعدم جنوحهم اه شغل فراغ ووقات فراغهم المشاركة فيما بينهم وبين المجتمع اه وبين افراد عوائلهم اه ابتعادهم عن النزاعات وتشكيلهم قوى ايجابية لوئد هذه النزاعات هذا كله طبعا للأسف الشديد غير متوفر في العراق منذ عام 2003 لحد الآن الشباب في حالة بائسة جدا للأسف الشباب العراقي والأسف الشديد مرة اخرى ايضا انه نسبة الشباب في المجتمع العراقي وكان ممكن ان يكون وهذه النسبة ممكن ان تشكل طاقة كبيرة لنمو العراق ونهوضه لأن نسبة الشباب بالذين يعني بين 15 و 25 سنة اعمارهم بحدد 65 بالمئة من نفوس العراق وهذه نسبة عالية جدا لذلك يعتبر العراق من الشعوب الفتية الشعوب القادرة على ان تأتصنا شيء لكن حكوماتها نظامها سلطتها تقمع هذا لذلك عندما تحدث رئيس الحكومة الحالية محمد شيعة السوداني إلى ما يسمى بالموتر الوطن لحوار الشباب مناسبة هذا اليوم أو مناسبة الاقتراب من هذا اليوم والشباب الدولي في ضوء هذا اليوم الدولي للشباب تحدث عن انه الاهتمام بالشباب وضرورة الاهتمام بالشباب ونحن نهتم بالشباب وكذا كلام الكل اعتبره وانا واحد منهم هذا مجرد استعراض اعلامي استعراض يعني ليس اكثر من بوق اعلامي ليس اكثر من من ظاهرة صوتية ليس اكثر حقيقة لان الشباب في العراق في اسوأ الحالات هم يعانوا من البطالة من بين الخمسة ستين بالمية الذين يشكلون الشعب العراقي من الشباب حوالي تسعين الى خمسة تسعين بالمية عاطلين عن العمل خرجين كليات خرجين معاهد خرجين مدارس دانوية عاطلين عن العمل يعانون من عدم الاستقرار وهذا من الاستقرار الاقتصادي الاجتماعي العاطفي السلوكي هذا كله كله موجود مجتمع يقفون على ارض غير ثابتة لذلك كل الاستبيانات التي تجري في العراق واخرها استبيان جرى مؤسسات كبيرة عالمية جغتها الشباب كان السؤال واحد من الاسئلة المهمة التي سئلة سئلة الشباب بها السؤال الشباب العراقي يعني ما هي امنيتك للأسف الشديد كانت امنيت اكثر من 98% من الشباب الذين تم الاستبيان اراءهم هو الهجرة من العراق مع الاسف الشديد والان صدقوني لو اتيحت للشباب فرصة الشباب العراقي ان يهاجر له هاجر كله وهذه كارثة شباب يتطلع الى البناء الى العمل الى الانجاز الى بناء اسرة يعني ان يكون مستواه مثل مستوى كل الشباب في العالم كله هو الشباب في العالم كله وكل الناس لا يزيدون عنه الشيء بالعكس شباب العراقي والمواطن العراق عموما والشباب العراقي بشكل خاص عقول وقدرات وامكانات هائلة جدا هؤلاء طوال عقود طوال قرون طويلة الشباب العراقي كان عماد نهوض العراق من بعد خراب ودمار وينهض العراق وبيضرع الشباب وعقولهم هكذا كان العراق واقرأوا التاريخ ستجدون لأن الشباب الشباب العراقي هم الذين نهضوا بالعراق طوال قرون عديدة تعرض العراق كثير من الغزوات الكثير من الأوبئة الكثير من الهجومات لكن والخراب والدمار لكن استطاع أن ينهض مرة أخرى والبعض من المثقفين من الشعراء يسميه مثل يعني طائر العنقاء هذا اللي ينهض حتى من الرمات فعلاً هو هو طائر العنقاء هذا الشباب استطاعوا أن ينهضوا بالعراق مرة بعد أخرى ومرة بعد أخرى والأمل كله فيهم منصب للنهض بالعراق هذه المرة بعد هذه الكبوت الكبيرة بعد الاحتلال منذ عام 2003 وحكوماتها إلى حد الآن كثير من الشباب بسبب الإحباط بسبب الإنكسار بسبب اليأس مع الأسف الشديد ذهو إلى تعاطي المخدرات بسبب الضغوطات والإغراءات الكثير من عندهم يحتاجون إلى تعليم لائق لم يحصلوا على تعليم هم لائق احتاجوا إلى مهارات لائقة ولازمة لعملهم لم يحصلوا عليها فرص العمل غير متوفرة أمامهم عدم قدرتهم على مساعدة بناء أنفسهم وبناء عوائلهم مساعدة عوائلهم التي تعبت عليهم كثير من الأمور يعانون منها الشباب فكيف يمكن الحديث عن الشباب في هذا الوضع يعني يكذبون ما هي التخصيصات التي خصتهم ما هي البرامج التي وضعتها كل هذه الحكومات منذ عام 2003 لحد الآن للنهوض بالشباب ثورة تشرين التي قامت عام 2014 من قام بها هو الحوم الشباب صغار العمر هؤلاء الذين من 15 إلى 25 سنة هؤلاء الشباب اليافع الذين آمنوا أن الوطن هو ملاذهم هو بيتهم هو من يحتاجونه لذلك طالبون وريدوا وطن وضربوا بالرصاص بالشوارع وقتل أكثر من ألف منهم جرح أكثر من 30 ألف منهم وتهموا اتهامات باطلة وعديدة وقاوموا القهر والظلم والميليشيات والقتل والذبح والتهديد وما زال يقاومون هؤلاء هم الشباب فمن يتكلم عن الشباب عليه أولا أن يقول من قتل الشباب في ثورة تشرين عليه أن يخرج قتلت الشباب في ثورة تشرين منذ عام 2017 لحد الآن مرت أربع سنوات لم يظهروا قاتلاً واحداً قال يقولون أن هذا هو استهدف للشباب طرف ثالث معرف منه كذبة كبيرة فمن يهمل هذا هل يمكن أن ينهف بالشباب كيف تنهف بالشباب أنه هطف الشباب يعرفون يدركون النهوض بالشباب وضع برامج للنهوض بالشباب سيؤدي إلى أسقاط العملية السياسية لأنه هؤلاء الشباب يطالبون وليس لديهم ثقة بكل الأحزاب والدليل أنه غالبية من يشاركون في الانتخابات وآخرها الانتخابات الأخيرة كانوا في عام 22 كان يجب أن يشاركون 85% منهم لم يشاركون أغلبهم من الشباب هؤلاء الشباب لا يثقون لا بالعمل السياسي ولا بالأحزاب ولا بكلواه لذلك حرقوا كل مقارات الأحزاب وكل مقارات الميليشيات وطردوها بالجنوب خاصة هذه يسمونها الحاضنة الشيعية لهذه الميليشيات والأحزاب يعني هكذا التحدث وهذا واقع الحال لذلك الشباب هم عماد العراق لكن هذه كذبة مؤتمر وطني لحوار الشباب ويتمخض عن برنامج وتنفذ الحكومة والساعدة على تنفيذ هذا الكذبة كبير لأن تنفيذها يعني سقوط العمل للسياسي سقوط كل الأحزاب لأن الأحزاب هي التي تمنع الشباب من الحياة ومن بناء وطنهم تحية لكل الشباب العراقي تحية لأهننا في العراق أينما يكونون تحية لهؤلاء الشباب المجاهد المناضي الصبور الصابر المؤمن بوطنه اللي قد ثورات ويقود ثورات وإن شاء الله يبني وطنه بالشكل اللائق اللي يليق بي ويليق بوطنه وقت هذه الحلقة قد انتهى أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك العين أستودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة